موسيقى مساء الخير اهلا وسهلا لابس اليكم هانين بخير كعركم كانت منها تكونوا في أفضل أحوالي القيصة اليوم سأسميه لها بحل لك تتفرجه في تيفين ورومانسي هذه الأحداث ديالها زوين بساب والقيصة فيها بساب ديال العبار والقيصة ستعيشوا معها لحظة بلحظة وقبل ما بدأ عمل بدأها كان أقول لكم مرحبا بكم جميعا سواء لي يلا كتشاركوا جداد أو للمتابعات ديال القناة كانت منها أن القيصة لالإعجاب ديالكم قبل ما ننصيكم شاء الله لايك بقوا البرتاج والتعليق وآجوا معي وكتشفوا هالتحفة الفنية من فوسنا أخيرا قالها بعد موقف المحرك ديال السيارة حيض القبعة ديال الشوية على وجهه كيتامل البلاسات جديدة اللي غي يخدموا فيها ثراء بين علاقة لهذا البوابة كبيرة الحرص كتهر الكاميرا ديال مراقبة والكلب ديال الحراسة شكل تقليدي لأييقى صرف هالمجمع السكني المخصص فقط النسل هاي كلاس ويقول له يلا موندير تعطلنا قال له عمو هبطة المورا الفولو أما موندير سمغاده السابع وهذا المعدات دياله قديك القبعة في قلاسه وسمغادي مورا مده البطاقات دياله من شخصية الحارس لقدام بوابة الكبيرة ودقاء يقوم كانوا يدخلوا هذا الحاقبة دياله على الكساف ويتسأمل ديك الحادقة الكبيرة اللي مقاعدتها وليفت النظر دياله الألوان دياله الورود الزاهية ويقول له عمو حاول ما تديرش مشاكله موندير تحديد لي لعمو يخرجه من ذاك تأمل تاسم بسخرية وكي يجابه ما غن يرس طرصة شي واحدة وقدرنا يرسلو غراء مثل هذا المرة ويقول له موندير وبدأ كيدحاك وتقدم الطريق بلاهتمام ودرع لديك الدار كاملة ووصل لحوض ديال السباح الكبير بدأت السرعة دياله كتناقص منلقوا أحد بنت صغيرة ديالها دفائرات وقالس على ديال الحفة ديال الحوض اللي خاوي رجلها كيت تحركه بقية واحد الإقام تناغم مع ديال الدندنة ديالها رقيقة كتغني وكتحرك رجليها حكر قبسه وقفه على بعض أمطار قليلة بخايف يتقدم ولا يهضر وتتخلع منه وتتحب ديال الحوض كان ديك البنت صمرة شهر دفتك الأغنية ديالها الأغنية إنجليزية بحلها أغنية حازينة ما حسنتش بالوجونة دياله في البلاسة حسنت نحنح باش ما تتتخلعش تنفس بعبق ودور عينيها في المكان كيقلب على عمو اللي ملحقش به تلدابا أكيد غادي وبخم نغيجي لأنه ما بداش الخدمة ملتاح سعيني علاها الورد يلا نوار الشمس اللي كان مزروع في حد الركن في الحديقة اللورانية تكي قرب منه خده منه واحدة ورجعك يتقدم من ديك صغيرة بحرص على أنه ما يدر شي صوت اللي يفزع به وحمد الله أنه هاد المرة سمعته حسنت راسها جهته ويقول لها تمني تكون سمعت الباقي دياله الأغنية ولكن خسارة عدي خذبه هنا قاله وقفه بحيد على شوية مات هي وقفه سكه سمعت الباقي ديك الوردة تسمح ليها وتسمعت الباقي ديك الوردة تسمعت الباقي ديك الوردة ويقول له مايار ويصوله شنوه تحكاته وجواباته اسمي مايار بدا كي يكمل الجملة دياله ويشوف عينها اللي شرقات بديك التحكة مايار ولكن معينيك بحل ذيك الزهرة ديال الشمس قلت لبس الأهمة وهمساته وتخطعته على جهة الشرفة اللي كانت بحلولة ودخلت للدار وصدات الباب دياله خلاته وراها رجل اللي تخطف بذيك الاشراقة دي العينيه ودست قريبا تلسيام كان يلاحيط شميز دياله وللابسغي وحد تيشورت اسود عنده ذيك الحمالات عريضة وحد السروال شوية قديم كالعادة دياله وذير ذيك القبعة اللي كانت تخفي مورا الخاصلة ديال شعر القصير كيرقب العمال ديال البناء في الحوض اللي هي هذين كيكملوا المهمة ديال انهم يكملوا التجديدات اللي يطلبها مونطر منهم نهار الثالث اليوم مهنى وملمحش ديك الزهارة الصامر مرأة مرة أخرى وسأكيد ما غيرتخرج لانه ماشي المكان المناسب لبنت بحالها بنت رقيقة بحالها كان اللقاء الأول دياله مصدفة ممكن ما يتكررش مرة أخرى سفر الدخان ديالتجارة دياله كي تتمنى لو ما قلش ليهوا ذاك الكلام مطلفة بديك المشاعر لغبية اللي يحسن نشافها بقدر ديك الرغبة دياله أن يشوفها بقدر اللغات دياله من نفسه بديك الرغبة التي تحركت تجهت بنت صغيرة بحالها ممكن ما كملتها 18 عام أما هي كانت هذي يمات كلها مراقبة بصوت ولمين تتابع لها ها هو قالت على صاحب سوي حشمانة كتشير لعليم نهرة استثارة الغرفة ديالها البلازة اللي ما تحركتش منها هذي ثلثية ما عرفاش كيفاش تفسرها تشي ولكن حسبرها سبحنا تأثرت بذك الشاب الغريب منهار قدمنا ديك الزهرة ديال عبات الشمس اللي كرمعتها وحتى عفضات بها فحد دفتر دير مذكرات يتقول لي يوها انتك الحقد راقبي واسيم بسار أعجبها تؤمنت لإنكاس ديالأشياء الشمس على البشرة دياله اللي كسبسات وذك السابر رائع والخدمة طول النهار ويتضربها مايار عندما كان راقبوش ويتجرى بعيدة على دكسر جميع تقول لي ما عرفت شعور غريب عمريم اختبرتو من قبلها مريم كانت وحش وحسمني كيمشي بالليل ودارتي الدعلى قلبها ويتصول مريم ويكاتب تاسم ويكاتب تاسم ويتصولها بسار ويتقول لها بشورد ولكن انا مدققتش اصلا في الملمح دياله خايف حسن شوف فيهم ما عرفتش يتقول لها معيار ما تسمحيش البشاري ديالك انك تنجار في فهد التجاه شي مرتام تبارج الاخر وانا مغان تحملش تشوفك تتألمي حد دراسة مريم وزيرات على الكافة ديالها خايفة على قلبها من ذاك العذب ديال العشق ذاك الشعور اللي ممكن يحطم قلبه ويهلك روحه يخليها جثة على قيد الحياة عارفوا اللي يجربوا يتقول لها فرودة فرودة لي يا مريم اني قبلت بي حيث بابا اللي باغي ولكن انا مكن حسبول وجهة ابراهيم رها غين تقديروا ذاك الاحتيارة قالتها كانت اف اف وقدتت على فراشة حضناتو ساتة بحضن قفات مريم كانت اسمع ليها تغييش عفتها كاتبكي كانت تقلم على حال صحبتها مكن تخييش راسي مراتو مكن تخييش شي موقف روما انسي غييش مأبيناتنا حتى في المرات القليلة اللي خرجنا فهم زوج كان هدروغي كلمات قلال مكن شي بناتنشين وقاطموا الشركة ولا شي مشاعر خاصة ويتقول لها مريم وكنتظني انها دمون ديرها دائم حسار داس مريم كتحاول ديالها قل صحبتها قبل ما ندخل ديك البقطعة البقعة ويتقول لها بعقلاني الحياة ما غتكون صعيبة الفقر اللي غتشوفيه ما غيبت دك على المشاعر ديالك جهته هذا في حال وافق بابك من الاساس كل بحث الدماء في عيني المايار قرب عسبحة اللي بغتتعصدر لها ويتحضنها سبحني يا مايار ولكن الله خايف اهلك من داك الوهم اللي يقدر يعلقك بهات الشاب ويتحطم قلبك طب ما يرى عن القاتل ويتقول لا كان كرها اني بسيرة بتحكم عديل بابا اني من جادبالي اهب لا ارادة بني مريم كنت رضيت بالقاتل ديالو كنت تعود على ابراهيم في حياتي حيث عمر اصل ما اعجبني شي واحد من قبل ولكن دا بشي هات شي كي خسالف عربتت على ضرب حل كاتواسيها بصمت عارفة كيف شو ذاك الالم ديال الانجيدة بالشي واحد خارج مجال جاذبية محرم عليك انك تقربي منه كتشوفيه غي من بهيد كيتهدب قلبك كشرط اساسي كي يجيض من شروط العشق وبالليل كان كي يز المعدد يالو كل ما يخرج من تمعلك سفو غادي خارج تعطل اليوم المعدد كان كيتأمل ان يشوفها ولو صدفة رغم ان عقله كي يضحك عليم ديك الفكرة ولكن كان مسرع لانه يتنى ما عارف شنو غديدير بش يشوفها ولشنو غيدير الى شافها ومعارف شنو السبب المليح لكي خليك يتنىها كل نهار بش يشوفها من الاساس وش الظروف ديالحياة والصحية كي يخلصوا حمق كي يجاذبوا المراهقات بدك يضحك على عقله حرك رجلين بعد على ذيك الشرفة اللي غبرت مورها من الثيام وبين انها مغزبرش مرة اخرى موندير نداء خافت من مورا شل الحركة ديالو اسميسو بذيك النبرة بحل داعبو ولمس الاوسال ديال قلبو تلقات واحد النغمة بحل شي غيتار دارب الجسد ديالو تلقاق التامو بحل ذيك اللؤلؤة اللي كتوقف وكتعيط لي كيتامل ذاك الجمال ديالها وصل إضاءة ديال الحديقة الخافتة كانت لابسة واحد كسي وبيطة مغتية دراعها ورجليها وذيك الخسران ديال شعرها محاوطين وجهها مع واحد ضفيرة صغيرة في الجن ذاتك تقرب منه حتى وقفت وياكها اسم اهلا واجوبة بنفس الطريقة اهلا كانو الانفاح ديالو مخووطين من النظر تراح بيه شبكات صغير مع بعضهم قدت معيني ويتخلو خرجتنا شمش في عاديات الهاوى من انك بقي هناك كذبات لانما خرجت الحديقة إلا بعد ما تأكدت وإلا كل شيء يمشى إلا هو وكانت تفاجأت أنه ما زالت أمه ولكن ما احتمت بثاف لأنك تجري في الدرجة وصلت للشرفة كتراقبه كي يوجد دراسه كي يمشي شافته سلبس شميه دياله كرجع الأدوات دياله للساك وداره مع الكتفه تعشبه من حجم الأدوات التي يتبزع الكتف واحد بلا مشهود ونتحرك بغي يخرج وذلك ساعة شنجاعة نفسه ونطقات تلك الحروف حتى تخرج سميسه كاملة ومشاعرها كتربكها ومدام ديك المشاهر كاينة ما غديش تقدر تستقن بحياسه مع براهيم بطريقة عادية بسلام كان قرارة أنها تتعرف علي إما أن مشاعرها تتلاشى جهسه بعد ما تتتعرف عليهم زيان إما غدي تزاد ويقول له واو أنا ديش يخدم أخصين سليع وش برصتك بالوجود يلي سؤال وش تفهم ديك الدوام ديالأفكار شافت في واكي يحكى رقبسه حتى ضحكه ويتجابه إلا بالحكس فرحانة حيت شفتك كسم الليس ومحتاجنا بعمل نهضر يحس بشي عاسب صاخب كايزب في قلبه وده كيقول ما شنو كي ترى الكامون تيرو وبخ نفسه داخليا ولكن كانوا مشاعره اللي متحكمين فيه وش بغى صدري شوية نحيدوا الملن سوله وتقريبا ما فكرش عقله في الكلام قد ما ينطقه توسعت عينيها بدهش أخلاته كي يجلد نفسه داخليا حتى بغى يسحب ذاك العرب ديالو ولكن هي توسعت بسيسابة ويتقله أهفك وقلتو حدا بحط طبلا في الحديقة اللورانية تواجهين الصمت ثالثهما حتى قرروا وغى يخطع وش أي مهما أغنية لك الكابي أنصلك شايفت بقية كل عقضة حاجبة كنت حاولت أهم دك سؤال غادو يقول dibجرى أغنية اللي كتين تغنيلك اللي كنت تغني دك النهار وشالبه راسول ديك الحافة ديال حاول تسيبه عبد حكات سوكرة الأغنية أه واش كتفهم الإنجليزية ويقول لها حتى الفرنسية بزيان وشلو أهل ديالك الدراسة بكملش الدراسة قفص العام الثاني ديالك وليدت الأدب جاوبها والأهل العام اللي مع قلبها لأنها عرفت باقي القصة حاولها ديالك المشاعر باش ما تتخليش يحزن ساوا ومددت لك في دياله الصغير ويتقل له الزميلة ديالك في العام الأخير من الأدب سيقس من لغة الإنجليزية شافتوا كيرو مش متفاجأ قبل ما يشد لك في ديالها وطو سعز بشي سامسون شرفت بك حسست بالخافة كان في صدرها شعور كيروضها المرة الأولى وما قدرت تفسره حسارت ما بين دك النداء ديال العقل وشهدها محد إنجي داد وبين نبضت القلب لكي يقول له هدرها هو فز الأحلام وذي كل ليلة طال فعل حديد تقريبا ساعتين ساعتين قبل منتصف الليل حتى خيمت لهم وعام السقود وعاد حسابه ندير بالله صاريخ سو يمشي ورغم أنه كان مستمتع بالكلام معه خصوصا يكتشم أن البنت اللي قدامه مش قاصر لا إنجي داب ديال وجهتها ما كانش مقيد مرة أخرى في الأول كان خايف لا تكون قاصر ولكن لا وفوق وسعته فاكي يفكر فيها انتفاير ديالها كيفاش كتتصرف نعومة ديالها صوص هالرقيق لمعلي فعينيها وياك تضروه للأداباء اللي كتشقهم وقالت قدامها مأصور بدك استرح ديالها رافض أنه يتحرك كانت بحل شي نجمة بعيدة على المدار دياله ولكن ما غير ملاشا أنه يشفها ويتأمل جمال ديالها ما حلمش بأكثر من صداقة يطيب ديك اللي يرح دي القلبه الأحيد داز من قبل بالكثير اللي يخلاك يعرفش حال الصعيب تحقق ومنية كلها وكانت معيار أمني صعيبة اختبر معا مشاعر ظن أنها صافي إنساء من وقت طويل تكي يتفاجأ أنها ما زال لكتنبض في الداخل دياله كأنها بنظهر بحثات الحائص في ذاك الرقم ديال المشاعر قرر يضب ذاك اللي بعهد والبقاء أهلا مقربة قريبة منها وماشي أكثر ولكن هي بغا تكسر بغا تلقلب بغا تلحب بغا تدار وأسرة وأحلامها وتنبؤات المستقبل اللي ما شغلتهاش من قبل ولا تكاينة ولا هو البطل ديالها ولا تهيز الزهرة اللي منحها لها وحيا ديك الأون وثلي معرفتش أنها كانت موجودة ودس أسبوع هسايني الفوق منسمع صوت كيسان ديال أتيك تحطوه حدد داك المسبح اللي خاوي الشمس ديال العاصر ما زاله في الأفق ما بانش له شكول اللي حطوه مهتمش طلع في داك اللوم اللي كان حدا والسجارة ديال أفهم حتى وصل الحافة سكسب اللوم جديد لابسة وحد لغة في الصفر مبهجة ودير لديك القبعة ديال قش كبيرة على جنابك ينوحان الزهرة دير دور الشمس شهرها كدعو ديك النسائي من خفيفة ويقالصة كتواجهوا بعيني البونيين ويطقلوا أهلا يمسا تبلعوه بحل لتاني كتلعب على الأوصر دير قلبه ورسمات على شفيفة وابتسامة خفيفة يقوم المحايد ديك سجارة ويقول لا مرحبا تاسمت بشفيفة الورديين يتقلوا وشتليكم آتائي اسفردك الدخان ديال السجارة بعين وعد الفترة تلفت عندها مجديد كيشكرها الله يخلي لك ديال 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 وديك الوريدة ضحكات حيط لحد المظهر دياله وواقف كيراقبها ديال الحسن دياله كيأسره شفيا تفكر الأيام ليفات سبيناته وبعد عينيه قال مع راسو ما يتأملش وليك تراوضوا بسبابها ويتقول له موندير سنة اللي كان في دياله المصدرها بحلنا كيمنع بشي تحرك وزعيني كيشوف فهم الصغر من دكتقار بمفاجئ ويتقول لهم أعطيهم آسان وطلعتها عني وكان واحدك ما لعطلكش بالصاف الوهلا مكره شي طرش نفسه يتأكد وشي يحلم جنباته طول أسبوع اللي فات بعد يقلينا اللي قلصوا بيهم كيف ترشون كانت غير تحيية تحية سريعة ومليك ترجع من الجامعة قبل ما تغبر في الدار طول النهار مكين محش قدام ومهر نخل إلا من يريد يخرج كتراقب ومليك يتحرك هو العمال ويكاتب تاسل ظن أنها ندمات علاقة كيف تبسطت معه أو لأنه فهم دكت السعيدية لأنها تتعرف لي بشكل غالط ومنها نفسه أكثر من دكتشركة هي اجتماعية بساف حتى أنها ولا تتعرف حتى مع أمه العمال الآخرين لذلك المعرفة ديها لم يكن لديها معنا كما كان كيضا داك الإنجيلة بدأت وجهتها وخليها كيف تسرب بالويد ديها لها جهتها بشكل غالط وبين أنه لا تريد أن يرفع سقف الطمح بعد ذلك الليلة وإلا كان ستحط ملأحلام جهاله سمغاد يمورها بعد عندما تتعرف من جديد ستعرف ستعرف قبل أيام وينما يقوم تقوم بل هل يفعل بيزا هل يفعل هل يفعل كيكا ويقول لم يجب السهل بعد يتعرف ويقوم تحديث علي و تحديث 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 و تقدمت من جديد هذه الطبلة تخسر الوحدة كويسة تحديث ويقول لا 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 لك لا ц اما و وعادوات لكي يقصد عمه العقل كيقول لطقه لا متقربش متتوردش والقلب كيقول له تهور ازاد راسة وكيشوف فيها محور افكارها كمية محور افكاره توحشته بساف ديك الليلة اللي تشاركوا في هالكلام كانت السعادة ليلة في حياتها ولكن ديك السعادة مدامش بساف بعدما عودت هالشي المريم يتقول لها مقيت يا مايار يا كذرنا هل ستحرقي راسك او شنو ايلا عرف ابراهيم بهذا الشي او لاحظ بابك شنو غادي تديري كله غادي ندمه عادي لعرف ذاك الراجل انك على علاقة بحد اخر سأسأدي راسك وغسأديهم بزوج بهم شهد الانانية هادي واش فكرتي في هالشي لغوات ديال مريم وكلامها بحل في يقفاء ذاك الضمير وحسست بحل المشاعر ديالك يجروها في ذاك الانجيتاب اللي مديرش له حساب اندمات وحاولت بكل جهداء الناس بهذا صار منه من مشاعرها جهته حاولت وحاولت ولكن كان مؤلم وصعب بالنسبة لها وهاي وقفة قدامه وملايين الكلمات اللي بغا تقولها لي بغا تسوله هلش نتابت هلش مشي ابراهيم خطيبة ووش مريم عند الحق ولا بغيتك كل شي غا يبقى في طريقنا وش غادي نمل شي نهار من الفقر ديالك وما بغاش نبغيك وما قدرت تقوله تسؤال فيهم هو اكيد غادي يمشي من كل من الاحسن تخليه يمشي قبل ما تعلق بكتر ولكن ويا تسول واحد سؤال رقي لا قربت تكمله الخدمة وش غا تشوفني هاي دي الأسبوع قلتها بشوية بسي سامسا ما وصلتش العينة ويجربة ويا ان شاء الله ودين دون جوزي يرأو أسبوعي لصيانة كان صوته هادي عيني متبتين على الملميح ديالك يحفظت صفاصيلها لغي فارقة عم مقاريب يتقول له خدمتكم صار حزبين لا يعتكم صحة حسبيه بحل كتشيدي بالخدمة دياله وبعد ذات وجاء عليه كترقب الشمس اللي حمولت حمرة في الأفق الموسيقى والآتاب والسباحة وما أكثر ما حاجة كتساعدني في الحياة كان الجاء اللي عمليك التقبية الدنيا شاف في الوجاة دياله وهمس لها وساوب السير دياله أما أنا كمشي البحر كان بغير رقبه بالليل وكان بحل كاللوح فيه لهم وبديالي قد كتشوف فيه في الملميح ديال وحساس بقلبها كينبض بالألم أنا شخصة تخلعني وش ما تتضحقش أنها تيساعدة فان إيسا اللي بغاته وهذا تلقى الساعدة أخيرا ساعدة كتكمل في المشاهل المشاغبة اللي كتكبر جيهته نهار بعد نهار شي حاجة اللي ما عرفتاش من قبل وما كتظنج أنها مستعدة أنها تتخلع لها بكل سهولة حتى تتمعته سهولة وش عندك شي حساب للفيسبوك وده تتقريباً شهر ودعات صاحب تمزره وما خرجت من بوابة حتى تتقلب بعينها حتى تلقته أخيراً ساعدة صغيرة لابس جين شميس الأسود ودعها كدرعه قدامه ودعه حتى تساعدين الجلد وحيدك القبعة وكما طلبت منه مؤخراً فكراته هي تمشى جهته بسمها وجمع مبيل الوسامة والرجولة والجاذبية يقدر كافية نحن نعطي قبلها ويستطيع بعض مراتة سأقلاً أصلت على قبعة ودعاً أستطيعها أذكرها في أخر مرة يمتع له م hesitرقي وقامة صغيرة ولكن ما الذي أتم إلا احبها؟ لا الحب بالأسود لا يجب عليها أجب هذه السبباة وجمع تتجسقي كانت تجدها المثال حتماً أحتاج السيارة كانت متعجبا كيف شنقيه اللي شفها من قبل يا عمراء بديك الخردة وديك الأدوات الخدمة ويضحك خسرت لأمي قاعدك شدي ويشوفها ويقول لها ولكن ليس مشكلة كل شي هون ورجع البصر يرودية الطريق ودنيه كتطرب من كتسمع الضحكة علىها وعينيه كي يتبهجون لكي يشوفها اليوم كانت لابسها واحد اللي اغفلهم يا شفيفها شفيفها في الوردي فبدك يشوفها كي يحسبها بحلة تختار قلب واختراق أما هو كي يحسب راسه بالأحماق كي يقنع نفسه النصاف محده ويغتصه ويغوص في الحب ديالها ما عاروش كيف يشطور هات الشي توقعات الشي كامل من الليلة اللي قبل فيها طلب الصدقة ديال على موقع التواصل الشماعي بعد مقاش عارو شنو كيوقع كل نال إعجابتي يلو بها كيتزاد كي يكلن لها مشاعر عمرو معرف انه كيمسالكها من قبل خلال الأسبوعين كان كي يعترف لنفسه هات السيرة في الخاطر هات الشي تعدم الإنجداء ورغم ذاك الشي كي يحفظ على ذاك الثراع اللي كان بيناتهم دائما كي يصر انه يهم نفسه انه هات الشي ما غيرتطورش الحب مش ميتعلمش قلبه من ليصفعوا الواقع بأنه على قصر مستحيلة ولما كان شادش يحب باش غايف السروا هوا غاديبوا إياها باش يتفرجوا بحد العرد الكوميدي بحد نهار مميز كمث من الناس في أحد من المنشورات دياله اللي كانوا على الفيسبوك في الحقيقة قلبه متورط وبساف وخاك ينكر كانوا بحل ذوك العاشقين اللي تبحث يوم متجراء يقشي كلمة كي يوهموا بعضهم انه هات شي صداقة ولكن هات شي أبداً ماشي صداقة الصور اللي التقتها لها نهار كامل ديك الرغبة دياله أنه يحبس الخسلات ديال شعرها ورودنيها باش ميحجبوش ملامح ديالها دكت توقدي دياله أنه يحضر الكفت ديالها الصغير بنكفوفو هات شي أكيد حب وهي خسرت نهار مميز باش يكون أول نهار لهم وأول اعتراف منها بزوج بيهم عارفوا القرار ديال نفسه أنه في الحب وكي يتسنوا أنه ميخفيوا هات شي ولكن ما يرصع فيه من الليس من هاد الوضع وفي طريق الرجوع يحس بها هاكا كات نطق مواندر أرجال في قلبه وبدأ يبلع الريق دياله ودار عنده ويزقل له أنا فرحانة همساس بخوفوس ويكايت ريح راس على الكرسي ويزقل له ثاني كنت من المقاديم هاكا وشبكات صباحا بصباحا وغمدت عينا ويزع صارف له أصحاب ولا يمكن أكثر ديكي صاحب حلا ضربوا الإدراك إذا كانوا كعنكر الحب ديروا ليها سلد برها اسمام الناصرة بالحب في ذيكي ربما أكثر هي ذيكي الظهرة الصمرة وبنسبة لي أجمل نيساء العالم ابنت الحاسب والناسب كاتبغيه وش هادا نطبعها وادوذة معا كل شي وكات صدقية واحد ولا استيتنا إليه وش هو صديق ولا مجرد ولا أكثر من مجرد صديق ممكن أكثر نتقاس بها وغاب تخلاتوا كي تلطب ديكي نيران الحارقة نيران الحب نيران الماصير البائس ولكن هلش فرحان كيشوف يديهم اللي تشابكين وحسب السهاتة سعادة عمره ما حسباش نهار بين النوم واليقاطة عقله غايس في الأفكار المرة الأولى اللي كتخسر فيها من الزمان وكتتمرد على الخطط المرسومة لها بيض باباها لأنها بغى منذر ولكن الرغبة بوحدة مش كافية ما غايكونش سهل باباها وبراهيم والمجتمع ويما مهتماش بغى تحارب على قبله ممكن غتكون خطبة خلات سبق ديك الحرب أولا خصت ضمن الوجود دياله معاها ما كينش حرب بلده خيرة واللي بغى هو محتاجه هو يكون حدها وغتحارب لعالمه كله هذا الشيء يجب أن تجروا مع هذه الحفرة العميقة وتعسى أنه يجب أن يكون معها وفي نفس هذا الوقت كانت معي في الدار دياله يدخل بابا محلته كانت تضمن إبراهيم وقد قدامها ويدخلها كان بعد ما طلبت منه يدخل للقل اسم حذية عارف أني تكفرسك المشكلة معي ولكن هذا المرة شيء كبير من أنه لا تريد حسب أنه لا تريد شيء أخر هناك جملة ومن ثم حل الصحيق على مريم ويقول لها أعرف أنها حقارة مني أني نظن فيها بطنو لكن وعقلي ما قادرش يوقف لأنني أفكار في الحتمال خصوصا مع التغيير ديالها لا تشاهد فيها متوطر هكا وتسونه كيف أشخصتي بأنها تغيير أفكار في إبراهيم يحاول أن يقلم على كلمات مناسبة لنشرح لها ولا تجنبني بثاف تتحجج بالله أنت تقربت واشتر مني حسب لي أن أذهب للطربة كالقائمة ناسا قبل أن أتحاول أن أتنجح على قضينا ولكن هذه الأيام للعكس سوف تشك مني أخذت شوية العسل من قدامها لأن حلقة نشف بدأت توجد في كدمة مناسبة وحجة لسبب تغيير معيار واللي معارش إبراهيم أن إبراهيم غير يلاحظه ولا لا كانت تتوقف غير جلال اللي يتهزو هكا من دك توطر وتحاول تقنعه ويتقول له راحنا في العام الأخر كيف ما رك عارفه ويبغى تخرج بتقدير مزيان يمكن هذا هو السبب يمكن أن تتوقف غير جدا أرجعت ثاني شربت من ذلك العصير ويتقول له راحنا في العصبي هذا الأيام حسن أن يسمد من على الأحشاب المهدئة أو تكشيها لاش عندما تحسب لي أسلة يفتر قصيره وينتوز تسمي لعب خوفوس ويتشرب من العصير ويتسك على ذلك الأريكة كي يشوف السقف ويقول له حسب حل لك تغلط يتقول له لا راه ليش يعيب أننا تغلطه العيب هو أنك لا تترش بالغلط ويتراجع عليه بعد ما عرفت الحقيقة رأيك أنك تدامها تقدر تدريها مفاجأة في أخير يام نبتحانها تقدر ويقول له عم في كرة زوينة هاتي قالها بدكي هان زجيني ما أساسم يتقول له تقدرس بالتخفف من الضواتر ولكن انت تنسى التوتر من اليوم وحث الحد أنك نحن في ذات المجال بدك يشوف فيها وقلبها اعطى الامر دياله بتاع سمات قدع هكيا ناضس والعضلة ديالها كلهم تشنجين وتحركات معها وعقلها كاي بكي لانها ما عرفش هش مقدر ومراقب همت بالسم نسادك الارهاق وتعب قدامها لطالما كانت ديك الوسادة الناعمة اللي كيشكلها مومو وكتتخلصها منه وكتخلص منها ديك الوسادة الحنونة ولكن محرمة وده الشهر اخر لح التليفون دياله فوق الفراش حيث لحصل غرفات دياله بس افعف مشا الله ما طبخ كي قاد وحات الخلطة ديالالاعشاب مهدئة العصاب ولا مو الدمين لها بحاله بحال مريم وكتش بسبب من غيكون حاقير يلحل حلوم على خطيب سوء ميهار يا فعلا كتير اعصاب ولكن لفكر شوية يلقى انه المولام الوحيد فتشي واللي غلط في البداية وميهار حدا من التحية دياله اول مرة شافه كان في اخر عام دراسي اللي في الجامعة كانوا من ضمين رحلة ومجموع دياله ومريم كانت فرض في المجموعة ديكسا وعرض اسم ميهار بشي جي معهم وميهار كانت ديك المنت اللي مشريقة جدابة وهتوفتة دخلت القلب كل شي من اللحظة الاولى خصوصا قلبه اللي هو اللي تجادب لها ويسقل له مريم هذه ميهار صديقة طفولة جياني في العام الثاني من كلية الادب وهذا الواسيم ابراهيم والقائد دياله مجموع ديالنا ساسم لها ديكسا عملي سفكر مريم وكانت عرفهم على بعضهم كما كانت ميهار ديما من الشريقة كانت مريم ديما دك الدفء ومعسال وهكذا كانت البداية كان اللي قال اول بالفعل القدر اما دك شلي من بعد كان اغلاط منه ورجع بداك يرسل ايام اللي كانت يقرر فيهم الميهار ولعم لحد دور دياله منه توافقه لانه يدرف الشريكة اللي كيخدم فيها الامديالهم بحلات شي كان اشارة من القدر انه غدي في الطريق سليم عجباتوا الشخصية ديال الامديالها القوية صارمة شافيه دك المثل اللي يحتدى به فعلى المستوى المهاني وشاف بنته بنت مهدبها زوينها كيكلها ديك المشاعر ديال الاهجاب لذلك خدا قرار انه غيرتها مطبيحة واخدا قرار واحد غالط ترتب عليه بزاف نهاره قرر هادشي تصل بمريم وبعد شهور من دك الانقطاع المتواصل بسبب الانشغال دياله ليخبرها بالقرار دياله ودعمته بزاف ورحبات بالفكرة كيتفكر الجملة دياله دك النهار اللي قاتله الله يفرحك دائما اللي يدوم عليك تساعدها اللي كانت معا في صوتك ولكنتو عادية لها ما تستجابش حتى حرصة لانه ياخد لأرأي ديال كل شي إلا رأي ديك المعنية بالأمر بحلى حتى قدامه وقدم الأمر الواقع اللي يقدمه تقدمه هو وليدي لذلك اللي بديها غلط مني تسرح في الحكم للمشاعر دياله مني خسار مايار حينس كتناسبوا من جهة المعايير ديال المجتمع وغلط مني بغاء الطلب دياله أن يكون مفاجأة تسرح وضمن الموافقة ديالها بيناء على التصرف ديال الودود كان كيضا أنها سيئة معجبة به ومليك هي هكتشي تقاد وتزهد الوقت هكتشي تقاد وتزهد الوقت هكتشي تدك الغمام من عيني ولكن بعد ما فات الفوت ما اخبراتو شمايار نهائيا أنها مبغش لخطبة ما نتقاتش به وليك الأفعال دياله قلت بالساف مني بدك ينخارط في العالم دياله كتر وكتر بقى أن الأب دياله هو اللي يخسر لها كل شي في حياسة ما ستأكل ما ستلبس سيارة ستركبها الهوية الهواية بلاصة اللي ستخرج لها أكيد سيخسر لها سلسوج حاول أنه يخليها سبغي رغم الشغالة دياله بدك يخلق لها الوقت كي حاول تساعد ديك الروح دياله المريحة اللي تطفت ولي تخطبه قاعد محاولة دياله كتبه بالفشل ولجأ المريم صديقته المقربة اللي يعملها وستهد الشي كله ورغم هذيك القادمة مستعدة بساندو ما بخلاتش عليه بالنصيحة هاو ناس دائما وما زال ولكن معيار ما من هزا استجابة فكر أنه ينفاصل عليها وخبر الأب دياله بهذا القرار ولكن عصارت قال له الرجل كلمسوحدة براهيم وبنت الناس مشي لعبة في الدينة أهما ما معبرت الموقف ديال معيار وقالت له أنا غيغة تكون حشبهنا ولدي الحب كي يجي بعد الزواج غادي تشوف وهو ما كانش خابر في العلاقات العاطفية دكشي لاش تسلم الرأي ديالأهل الخبرة ما لقش بالساف وعام تبعه ومحس فيها تنهار أنه خاطب حساس الصداقة اللي جمعت بينه وبين مايا خبرات القرار ديالفت الخطبة رجع كيضق في باب ديالعقله مجديد تزامن معدك الشعور المور هي بلاي قساح بقلبه بلاستئدان وشعور اللي خلاك يحس بالتن وشعور ما خلاش قادر أن يفسخ ديالخطبة بسبابه لأنه وديك الساعة غيزيد الحدن تحايا رضا أنه يكون هو ومايا رضا حيات القرار دياله الغالط ما يحملاش الدم هي حسن وما يخلاش من جديد في حق مريم حت الكاس من يده باخداء التليفون وبتعسم للقاتصال منها يلا بدك يدو معي تكي سووله وش مير بخير سوولها مباشرة وتخشف ذاك الكرسي دياله وميره المكسب ويتقله باخير لماذا لا يجب أن تجب الاتفاق ديالنا عبراهيم حيات من ليس مريم من ليس من التجاول دياله ومن ليس من الهروب دياله دائم هذه ليس مره الأولى اللي كاسم سحن فيها مير لماذا أريد تتخرج فيها الحمق دياله ولا ها قلت لكرة ويقاطع لا أريد أن نسمع المبررة اسم لك مريم مير عند لسانة تقدر تقول يدك شلي كاين ينبغيش حتى تصدر معايا تصفر بضايق ومريم سهية بدأت تصدر لي لأنه فقد أعصابه عدو يقول لا سمحي لي هكذا نفعل عليك مضغوط وهذا شي ديال ما يرغول لك يربكني دخلنا نهضرو في شي حاجة أخرى عدو يبتسم ويسولة كي دازم سيحن ديال اليوم سهل وأكيد ما خرش حتى تتوقع ديالك دوكتور كرم ما كيبدلش الأسلوب ديال المسيحنة دياله ونهائية للحصل لحظ ديالك كي تسمح تفضل بالأسئلة دياله القديمة أما المادة اللي جايشنو غديري أراه يلاكت كارجا عدابة سهلة خاصني غيشي نقاط ما استوعبتهمش ويقول لأوريهم نية وقا كي يدر معا كي يشرح لها ذك شي اللي باغاه ذك شي اللي خاصة تتفهمه وهذا شي اللي وقاة طيلة الأيام ديال الامتحانات كلنا لها كيدروا أبل فيديو بعد ما كيتكمل ويبقى كي يشرح لها النقاط اللي بايتها بلاسة أخرى كيتسائل بينما كيشوف الإنعكاز ديال الصورة دياله على التليفون اللي مستود هلاشكا العشاق يملكون في سلبتسامة قبل تلتشهر إلا قالوا له أنه غيطح في الحب كانش غيطيق لأنه ما كانش يعمل بالوج دياله من الأساس حتى بانت في حياته حتى بانت وجراته معها حتى أنه رجع كي يكتب الأشعار من جديد وكيف يفكر أنه يكمل التعليم دياله في نوقف والحلم اللي تخلى عليه بصوبة القسوة ديال الدنيا رجع كي يعيط له الحب الرجالي ده كموندير القديم يخلى فيه الروح من جديد وش هكا الحب كي يبتل ذا التليفون كيتسبيني ديحل له بسرعة كي يقرر رسالة دياله يلا يا موندير طالحني ينتم والفضول غيقصني قول لي فين غين تأخذني غداع ويرجي جاوبة ضغية الفضول ما كي يقتلش الظهور يقص اللي قطوطة قولي لي يا شو اللي مبرستك ساكا تجابو أولا قول لي يا رجكت عين تليدي ما الزهر أول الوردة عندك شي مرايا ويجابو آي قنتميو حدا دعبة شو في عينيك ما رم عينيهم خيبين ما عرفت شنو فيهم يمكن ديك لإشراقة ديال الشمس ببادل ليل طويل أولا مليكة ثمان بعد نهار كله أمطار ولا يمكن ديك ظهور مليكية تفتحه قاكي يقول لي هبتك لها تراوية سمسا ومتاسمات وارجع كتب العمل جديد عينيك بحل الظهرة ديال نور الشمس وارروح ديالك كاتبان فيهم ما كملت لها درمعاتها قد دخول مريم كاتلوهم هبكت عاتبا أنا ما كاتجاوبش إبراهيم ويتقول لها مريم أنا عايز من هالشي كله كانت مننا لو يترى هالشي كله شديد دقنا بالعالم كامل وما نبقاش كاتبها الحب دير إليه وجراتها وضم بشوية الفراج مريم بشوية الفراج وقلزات حداوية ويتقول لها وش بصح كاتب غير واحد شي كله وما زالك تشكي في الحب دير إليه قصر بص مايار ويتقول لها ممكن غيم وهو مع مايار ولا ويتقول لها أنا كنعشق مندير ويتقعتها لا ما يمكنش علش ما يمكنش لا لا مايار ما حتى عيشش مع مندير لانه لا تشكي منه إلا العاطفة والهتما مثل دابا لا تشكي الغضب دياله لا تشكي دكتورة دياله العصبية لا تشعرف كتبع دياله لأذا نحن كنا نمسأكدين من الحب ديالك ولكن بالمقابل قدر يكون كيش في قصدقالي وصافي سكتسما يا ركا تفكر في الكلام دياله مزيان صاحبت عندها الحق مندير عمره ما خبره أنه كايبغيها وعمره ما لمحليها ولا أعرفت كثيراً ولكن من أن ترغبت عليك لا ترغبت عليك ماذا سنعرف عليك ما تقصدني من هذا الشمري؟ لا ترغبت عليك ما ترغبت عليك ومعرفتك لتعاطفة ومعرفتك وتقول لها كيف أفعلني كيف يريد أن ترغبني انا و لا و ترغبت عليك شفتي انتي معرفاش حتى شنو كائن وماازال كتسولي دست كتشوف في عماية رد وعن جمعه فعيني ما عندي الحق فوالو ما عندي الحق فدكش اللي كندرسو ما عندي الشجاعة باش نواجه بابون فسخ الخطبة ولا الوجاء فراحين براهم اللي معونيش قايا ما زال ما تمسك بالعلاقاتينا رغم قاعدك شلي كنديرو كي حاملني مزيان بطريقة كتخليك انحصاق الراسي في ما بغيت نتقب الحقيقة كنخاف عليم ذاك الألم وكنسكت انا جبائنا وخينا عنقاتة ما ليبقات فيها لا اللي حبيبة ديالي انتي ماشي هاكا نهائيا رانتي انتي هاكا شيشة بزاف ولكن الظروف اللي ما معاونكش نهار اللي بعضه كانت كالسة كتقرف واحد شير كان كاسبه كتقرفي وكتحاول تفهم ذاك الأميات ديال وورقة بهم بتبسم كي يأكل واحد لك خيب واحد الخصلة تسلت بعيدها من شعرة وحجبت علي الدين كي يجب ان تشوفها في عينها كي تأخذ واحد البراس اللي مني دو احدا خامس براس اللي كتحايدو مني دو كتدير في يديها مت اف اف شو مقروانو كي يجبون من يشوف ذاك الشيحة اللي كتخصو في الماسان ديالها وكيتمنى غيلي لو كان يجي الوقت ويزيني صبها بالخاتم ديال سواج دياله مأولى الخطبة ولكن هذا واحد من الأميات الصعيبة ويتقول له موندير ديك ساعة كان يلا حط الماكلة قدامه وهذا طرع ساكتشوف فيه انا فرحانة بتنسمو ورجعت قاطف بلاصه فوقت لك ان البلاصة هنا زوينا يلا كولي خلاص مازل قدام ليش حال من الحاجة ملت شوية الكرسي ديالها وقربت منه هكتة باستو في الخط دياله ديك ساعة ويقفز ميار ويقل يدقله حتى برا مكافأة في ديك اللحظة كي سمعوا ميار غوث باسمي تهدت قاعدة الأمنيات الواردية اللي نسجوها بزوج بيهم مزقات دك العالم اللي هاشوه فترة بسيطة فترة ما كانش كافية نهائيا وحد القمضة زيرت على المهصم دياله الصغير وحاول دك الراجل اللي كانت على الهتم انه يجرها مبعده على موندير حتى يوقف قدامه كيف شكت جرى انك تقرب لها دك غوث موندير أما الآخر كي شوف مايرلي كتره هاد تقربة من الحبيب ديالها مايرلي خانسو بين انك مغفل بحالي بحالك ها ما قلتش لصاحبك من المخطوب الراجل وحد اخر كان كي السازة براهيم وشاف ديك الصدمة على وجهه موندير هزدرعو اللي دورو عليها بحيدو كي حاس برصود هازم بحل حياسو كانت كدبا موقفش براهيم قدام هذا المشهد لا زاد كي يضير على روس غدية الماير جاره و تتقوز و تطلب من الموندير انه ما يخليهاش ولكن بحل كي انفاصلة للعالم صحن في ظهره كي يرقب داك المشهد قدامه بحل من مورا ترفضه بحل الشي فيلم كيتفرش فيش حاجه ما كتخصوش و ولا حاجه ما يستطيع ايه تحسب راسه بلا كان في حلم خرج رجل كف ديلا صغير من الجمود و هي بعد ما فلتت من براهيم شداته في شميه ديلا و كتغوز موندير هذك خليني غين شرح ليك تتكسب كيوكا تتوسلي ولا كينتفحها الدرع اللي كان حارسة لي في ديك العلاقة بيناتهم انه دي ما كيمدوا لها بحالة تخلى عليها دي لحظات وتتمنى انه يخوض حرب على قبلة ولا كيلا اكيد غادت سلاد الحرب ضغية وغيكونوا والخاسر فيها جارها مورا وياكسب كيوكا تغوت والغضب دياله كيبين لها على شي حاجة خيبة غديديرها ديك الدر الاخيرة ديال التعاقل دياله يلخلاته منعاته انه يطور كيوكا تغوت لا عندك الحق تعملني هكا كتغوت فيما يدفعها كلحة في السيارة دياله ويقول لي ما عرفش كيفاش غندير بحاك قولوا يانتي كيفاش كانت عاملوا مع الخائنة اللي بحالك ذاكي حاول يغوت فيها وسط الناس ويحشمات وتلفات وتوترات ومعرفات ما تدير تم فاهموا هلو بغا تغير تشرح لي ولكن معتعاش فرصة بها ماجية زيار عليها هكا ويغوت قدمجها خيلة وما يار بلما تحاولي تطوري وتلفالية خينا واناني وأكبر الأخطاء ديالي الحمد لله اللي بنسع لحقيقتك قبل ما يتطور ذاك شي بينات نكسر ولكن تقيقيني ما غاديش ندوز على خير مشي أنا اللي كيتلعبو بي ودفع بحلى شي واباء خايف أنه يمسوا ضاروا وركفوا الصيارة ديالهم بعد ما شف فيها نطر أخرى تأكد من خيانة ديالها وتسالها كل شي ما كيهموش الى رجعة الحبيبه ولا مشيط لأي بلاصة المهم انه تأكد من شكوك دياله ولا هذا الاساس سيتصرف سينتقم منها ومن ذاك الحبيب ديالها وحسن من الصاحب زالي كدباز عليه ومن ثم مشا مباشرة كيت لنا مريم في الجامعة مع خرجات جرها من تلعيها لك ساعة عارفات ويقول لك تشوف كل شي لم تتلعي السيارة تطلعها بزمنها ويتسوله وماذا قدرتي لما يرى تسولت وحاولت تحكم في الدموع ويقول له كونيانيا دعني تترجع لك حبيب ديالها جاوبها ومزنبت تشوف دياله على الطريق ويتسوله كيف حلق هذا الشي ساد الغضب دياله وكسر وكسر ويقول له لماذا ما قلت لها كنتي ما كز بغي تعود لك ولكن خافت انها تجرحك مازالك اتبرر لي لم يكن مبرر الخيانة مريم ضغي عشفوا اين عمروا ويتسوله لم يكن ملكه قلوب نائب راحي ولكن كان ملكه حرية تصرف ولا ضق القلب الاخر لترسم هذا المايير ماشي خيانة هي غيث بعد قلبها كانت شجاعة في الحب ديالها ورجعت سفرات ويسوله ملحقك تغضب ولكن تسيقني هي عمرها لم تلعبت بيك ولا بي مايير كانت خيفة كانت ضيعة خيفة باباها لم يكن اهديك في نفس الوقت لم يكن تخلي منذر يمكن القادر بغاك تكساش في هذا الشي كله بحالة تنقضع من هذا الشي ما عجبتوش الفكرة انه يخليها تحيش حياة بعد مدكش الدارتو بي ويقول له مغادي شوقع بالتجاه يجب عليها بكما عدباتني لا ابراهيم اذا ماشي انت انت مغاس أدياش انا كان عارفك كما كان عارف ما هي رحزة اهيا كات حاولت هاد نوة لكني انا جملة دياله الأخيرة بحلى فقداسه وعقله ويقول له كيف يديه سيناك كان عشق غيره ومع ذلك لم يمشي تقبلت المصير ديالي بالزز مني لكي لا نقح ماش مفادشي من الأول عرقبت نفسي وحرمتها من الحب ديالي يدعمني بلما تقولي أنتي خرج على الإرادة ديالها تكلغوه ديال وكان كايت ترددت في السيارة ولكن جملة واحدة قصف عقلال ديال أنا كان عشق وخدا خرا ويتقول له بغيت ترجع ما يرى أكيد غنيت شي أما موندير لكي تقدم البحر في البحر في البحر الوحيدة لكي يلوح فعلهم وموندير عرفها هذه الشهر قريبا ديك سعز بثلاث حياس ومن يدخلاتها وها هو رجع خايد المكان الوحيد اللي كي يبسالها الأحزام دياله بلما يمل منه ديك سجارة تحترج لي وعفت عليها كبغيل الخارج من دك الغضب دياله والدنيا لك تلعب بيه طاس السعادة وقسمة بغيت بحل لكي تغريبا شي يقرب وملي بغيش انتها وتقبيها والحب ديالها كتتعطي وحد دربة قاسحة ولكن هو المولان واللي آمن من الجديد كان كي يظن أن الحياة كتبت تسمفه كيف مكبخة ولكن لا كانت كتتستهزئ منه تكي يسمع صوتها وملي ما لقيتك شعرف تكون هنا صوت كي يرجع خرج من ديك الدوام دي الأفكار و تشمل بلاسته وملي ما يتحرك قلت سديك النهار أنك تجي هنا بحالة لكي تجد الأسفاحة فهنا لا تتقرب منه حتى وقفت على بعد خط وقفت على ثلاثة ويقفت على هذا المهار لا تتصل على تجري لكي تكون هذا المهار لا ترغبت على بورود أمر فهنا لا تزل قبل ما تفهم صوتها اللي كان بيدا في يدك النبرة ديال بكاو حصر قلبه اللي كان اصلا مفطور يعني ماذا لكي تبرصت عليها حاول ما يفقدش الأعصاب قدامها حاول ما يفقدش الأعصاب قدامها حاول ما يقاديهاش لأن قلبه مجروح اعطاها بداره مغم انت بغاديك يتحرك وبدأت كاتبك تابعها ماذا مهني؟ ما بغيش؟ ودك الاعتراف ديالها الصريح طاعد دك الجروح ديال قلبه ودك الغضب سخط الغيرة الحب العميق اللي ما عارفش أنه كايكنوليها من قبل وهو كايغوت باركا ما تلعني بي بالمشاعر ديالي باركا من الكدوم بعد دياليا قصرت لي حياتي اناني يولئي مفصري يا حياتي كنت مني عني ما كون ما شفتكش كون ما بغيتكش هلش قربتي بني هلاش؟ بعد دياليا إلا كان الكلام ديال إبراهيم ضربها هذا مدك الجزء اللي كانت تتع في الروح ديالي والإيجادات باشترموا من زمان رقباته كايباهد عليها وما قدرت حتى أنها تنطق مهما قالت عنده الحق خسرت كل شو ما يغفرش ليها أيو عدرت تنطق بيه طحتها للأرض بعد نفس الورت لها أنه ويزو أكثر من مرة ودموعها كايسي لو كتتحسبه الروحات تخرج منها أما وزير يدي قبل ما يرجع ليها بعد ما وقف سيارة ديال الأجرة توصلها للدار ولكن ميت الفتا عندها قاها طيحة للأرض حسو قلبه هو بشك يجريل عندها راجع ومكور وجهبين يديك كي يشوف فيها مثبكيش ده كي يمتح لها دموعه قبل ما يشد الكاف دياله كي يحاول النوضه ولكن ما كانش كتتساجب ليه عينها كيفيدوا بالدموع وكتشاق هالزمين درعوا غادبا لك السيارة ديال الأجرة وحطها فيها واركب حدها وطلبوا نسائق ووصل ل العنوان ديال دارها لم يحسبش في ديكن نظرات ديال الشكل اللي كان كي يشوفوا بيها خصويني هاتشي كله مر ليغفرش لي أنه تلعب اسمي على قدر الحب كي يكون الجرح انتكت سمعها وهمسات لي كانت دافنة وجهة في كتف دياله وكاسبكي ويد دافي يدي بغيش توده بغيش تخليه ولكن غلطات وهذا عيقاء بها حساس بيه بس لا راسب لما يجاوبها بعدك الصمت حتى وصلوا لدارها وهبط خلصتك الطاكسي وقفت قدامه ورافضت تخليه يده كتشوف فيه براجئك تطلفي بشي بقى ولكن ما غايد يرهاش كانت قريبة منه اليوم الساف ولكن في الحقيقة هاي ديك النجمة البعيدة اللي عارفة منها اللون واللي حرقات ومن يقرب منها كسر وكسر خصويني بشي وبدل ورسك وزل الكفودياله يجر الكفودياله الصغير ويبعده لعيده قبل ما يمشي خلل الكفوديالها هزوها كالفمه وحضل قبله خفيفه وعينها اخرى وتحرك ورجع قرس وصدله ما كيلا مؤنس ولا رافيق من غير الدخان السجائر يحرق فيه ديك السعادة اللي تحرم منها كتحرقه ما كينش ما فر عنده جال الدنيا وحيد ما كان معامنا غير خطو الكبير اللي تزوجات وخلاتهم ورق كيتخبط في درقات الحياة طح بزاف ونضب بزاف عرف كتا شي فرق ما بين الحق ونبدأ التجربة مش التوجيه مش بالساف توصل لمرحلة الجامعية ثم ما فين بدك يقرأ وبدك يحشق وبدك يخدام وكانت الاحلام دياله بريئة وكيحضن ديك الكتب دي الادب العربي وكينهل من الشاهر والقصائر اللي كيشقها ولكن حتى ديك السادة قرر العالم دياله انه ينتزع منه وليت تلقى تخصوه وجاز ببلادها وولادها بتلاسة تعيش معه ولا مسؤولة لانه يتكلب بيهم كامل الاسرة متعلقة في العنق دياله ولا هو دك توقض النجاة ليهم وده قضاء ضرب ديال الدنيا مطولا ما كان عنده ما يدير خلت دراسة وخدم في وضيفة اخرى واثبت لات حالته ولا بعيدة للاصحاب ولا عصابي وسجل تدخين كيحاول يفت في ذاك الغضب دياله خلاش حلم الخدمه لانه مارداش على نفسه انه يتهل مجرد كونه فقير تخبط في اقسام الشرطة اللي كان كيدا فعلا كرامس وقدم اي متنمر شي واحد منه ولاد الرجال اصحاب الفلوس والمكانة كان عنده 25 عام ومليش فق علي عمو اخيرا وقرر ينتاج له من ديك الحياة المهينة اللي كان كيعيشها ولكن وقتها كان قلبون دير فقد لاملة في الدنيا كفر بكاعد المشاعر الانسانية وتأكد ان المشاعر الوحيدة اللي كيمتلكها البشر مشاعر التجبر ايدلال الغير استغلال ديالهم تقليل من الناس الدراوش الكفر بالرحمة بالحسن والكفر بالحب حتى ضق القلب وخيانه ما توقعهش ومحسبش لاحسابه ورجع الامل كي يظهر في قلبه ورجع كي يملأ راسه بالاوهام دي الحياة الوردية ولكن نرجع الواقع الاليم بصفحة قوية على وجهه ماير استغلاته كان لعبة كتلعب بها بينما هي راميك في واحد رجل اخر اعطته مشاهلة طالما تلهف لها كيتوضح لي انها كانت كتبه الاوهام ودده ايام وكانت هي ذابلة وعطيها غير اللي بكا ونحيب ومكت تفكر في الدكريات اليوم اغتسنى هات الخطبة المشؤومة غتقل باباها للمرة الاولى وما بقتش غتبغي تخليه يتحكم في حياتها بعد ما عرفت الحب اخير انه ما غتسمحشي واحدة في رقبناتهم كله سترجع عنده تحكى مني تفكرت كيف اشخذت العنوان دياله من عمه بحجة انه بغير جال الدراسة الجامية كانت مستعدة تدير اي حاجة باش نجمع معاه من جديد ومشات المكتب ديالبابا بعد ما خبرت السوق ختاغ انه مع ابراهيم بوحده حتى هو وجعته وقل الماته ولكن لا هنا حلس على الاحباب دياله كله ومقبلش يهضر معاه بعدكش الوقات شاهلها ما كانش كي يجاوب على المكالباتي الهولى الرسائل غير خبر مريم انها تبلغى ان هات الخطبة غير تسالي في اقرب فرصة ولكن الفرصة تعطلت وياملت انها كتسنة وجات باش نهيها وتحتضر ليه لكل شي وهو مريم ما يستحقه شأنه ما يتقلمه بسبابها مريم هاد يومين احترفت لانها كتبغي ابراهيم وكتعشقه ولكن هو كان كيبغي تحبت الوحيدة وعمرا مبغيت حساسها بذل احساس وارجف قلبها بحزن وليت فكرات لألم الجاسيم وعملي سباته بكل الانانية لصديق تعمرها ولكن اليوم هات صح كل شي اتفصح ديك الطريق للحب الحقيقي وتعتلت صحبتها لعله وعاسه يرجع لعذاك الحب ديالها بابا قررت شي حاجة وبغيت نقولها لك وخدت نفسها عميق ويتقول له انا مغنزوش بابراهيم قالت وحطت داك الخاتم خطوب على المكتب قد تهمه وابراهيم ساكس واقفته والاب دياله مصدوم ما زاله ساخت علىه ولكن مقدرش ينكرتك الإحساس بالراحة والسعادة اللي يحص في قلبه بعد ما اتخذت هي ذاك القرار شكت خرب قيمه يا حتش اللي كانت خيثة منه ولكن هي ويا تقول له ما كان بريشة بابا تجبرتيني على هذه العلاقة من الأول حاولت نتأقلم ونتعيش معه ولكن ها ما يندازو كان حسبت شي مستحيل طاكين تقيم رايم عند الحقاني قالها بوضو كي ايد ذاك الكلام ديالها ولكن بابا عصار ما عجبوش لحال قليها باللا أنا اللي كان قرر ماشين سيها بدعيه براهيم كي يقدروا كي يقول له أنا وما يا رغ نقدرون نقول له أصدقاء ماشي زوجين أنا كان حسرم الشجعة دياله وقرروا وكنت منه حتى انت تقبلوا ولكن هو والو عارف مغي يجبروش عن عنه يتزوج من بنته ولكن بنته شي حاجة مور ضهرو كالدور وهالشي لي ما عجبوش وغادي يعرف وقال غادي يوريه ومديكساش وكون هذا اللي يلعب لها في دماغه خرج من المكسب ديال باباها قاها كاتت سنها سما ممشاتش بعد ما خرجها باباها وخبرها انها تبشي للطار ولكن ما يار بغادي تكسر القوانين طالما بقات فيه لانه ممساقة مورا بابا هو كتنفذ اي حاجة طلبها منه اما ده باز بدل حال وخلي هالشي كاي السائلة وش هو السبال وش مدير هو السبال تقدم يلا بغايت تخططها ما زال الكهربة ديالو كتألم ولي انها خانتو ساكت كله لحتك بغا نهضر معاك ديك ساعة فعلا خرجوا ايها بشوفوا حد الكافي قريبة وحطوا نقطة للحروف تأسمت منه اعتقدرات بصدق تسمع ديك الضحكة ديها للسخرية كي يخرجها ويتقول له انا ما خنتكش انا ما كنتش كان بغاك اصلا وكنت شجعة اكتر كنت نفاصلت عليك وكنت جنبت الاطراف كل هاد الالم اللي كان تعشوه كلكم سبابي ولكن بابا كنت خايفة منه بابا ما غدي قبلش بلك ايجابة على اي حاجة بغيها تعود ان ينفذ اي حاجة بغيها وساكتا كان كتب العسيرات ديالي والخطبة ديالنا كانت واحدة من ديك الأوامر اللي ما لقشوش فيها حاولت نصة مره بزوج ولكن ما قدرتش ما قدرتش نبغيك كتي صديق كتي اخ ولكن عمري ماشت فكراجلي بتعترازة بعد ما تصلبوا المالمح ديالي ولكن ما غديش تراجع بعد تقول له كل شيء انا ما كان برج الغلطيان ما احساره ما احساره فارساك بدن في حقك ولكن كتت مغيبة غلقات مشاعر عمري ما اخسبرتها من قبل ولكن كنت شجاعك تغلقوا اللي بابا وغنجن بك ونجن بك نفسي هذا الحارج حاسب الشفقة على رغم كل شيء حاسبها سيارة كتتسألم ما غيحتش لأسف آخر منه باش يسامحه ومع ذلك قرر يخرج قاعد ذاك شلف قلبه ومع ذلك قرر يخرج قاعد ذاك شلف قلبه باش يصفع من جهتها ويقول لأبو ذو كذو عصادري ماش تظن هذه الكلمة بسيطة غتعودني على قليلين تخطى ذاك شيء قولوا انا ندرتها ماش تظن انها غديدي المفعول ديالا قدام ذاك المغفل اللي تلعبتي بيه داك ساعة تبتلاتنا برد يعلو تلعبتي بيه وبيه ضيعتي السنين ديالا عمري كما هيك حيث حيث تخفتي انك تفضي القرار ديالا حضرت الكرامة ديالا وليحتي بنفسك على رجل اخر وحصرمتيش الوجود ديالا في حياتك وحقي اني نعرف لما شاعر ديالك الحقيقية في علاقتنا كان عني الحق اني نعرف استفره وورجع كيت حكمتالي في الاعصاب ديالا كنت لبطي لانفيصال كنت سنحرك بكل سهولة ولكنت جابانا وورجعت كاتس بكي وكاتس مالي ويبقى وهكي كوحد المدة طويه الى كاتر وهي كلمة وهي كلمة وهي جملة وهو جملة فهو يقول لها سنسامحك بشرط واحد واندير اي حاجة على قبل اجوبها السري يخلى عقله كي يبعد على ذلك التحك وكيفكر بجدية ويقول لها البنت اللي كان بغيها عاونيني باش نخليها كانت بغيني طلبها عاكب شوي يوم ما فهمات شوي تقول له وش كان عارفها يا نصر الدد شنو غيقول لها يقول لها بله كي يبغي اعز صاحبة هندها صاحبتها من ايام طفولة والمحاس هي دك الدن في عيني ما عارفاتش اشنو ومحتاجش الوقت بزيب بش عارف ان ذيك المشاعر بينتهم كانت مزبادة الوخة كانت مضرقة ويتسوله وش عارف اكبر سبب خلاني يكن خليك عقد فاح واجبه حتى كتشفت انه واحدة غارقة في الحب ديالك بحل الحمقه وكانت ساكتة على الحق دياله فيك من دمان طويل ويصوله مريم؟ قال اسم دياله براجاء بحلة كيتسمنى انه يكون بالصح اما يتوسعت بشي سامساكت تراقب الصدمة على المالمح دياله اه مريم ماذا تغبي كسب حلده كل حمق كمشي عنده باش تنصحني كافر انت تعمل معاك اللمسها كثر من القياس دجميكم تألمسوا سبابة ابراهيم وانا ما تحملش كثر منها وانت ما تحملش نفسك الدني ما تفكرش بثاف سريع عندها وقول لها بلاك تبغيها وكتعشقها ما تحتاج لمساعدة ديالي بهاد الشي لانها اصلا ما تشوفتها واحد من غير كفرد الكون كامل قبل ما يمشي طلب منه انه يعاونها وغيها درحتها ومعها ويحاول شرع لها الموقف ولكن رفضاتي وتقول له الله اخليني من اليوم خصني نحارف حياتي بوحدي ويكون هيني مغنستسلمش واكيد غير ربحها وعزمات على انها تنتجل السعادة دياله من الدنيا بنفسها وكانتك اتحلف انها مغتتفردش في المصدر دياله فرحة دياله ونبضي القلبها اول انسان بغيته مندر اللي مغتتخلش عليها مهما وقع وتردت ايام حتى قدرت تستجمع الشجعة دياله ودقت اخير الباب دياله حتى كتحل لها واحد البنيتها شو كنتي قلب ميار تتخلع ديك الساعة وش هدي ممكن تكون بنتو ولكن رجعتك تفكر نفسها انها من يالي كتكذب ماشي هو تحنا بتوصلتها قربت بنا ويتقول لها اهنا صديقتي الموندير وش هتعرفين تتسمع صوت احلام خسول كبيرة من وراها هتعرفين اخويا تتشوفها ضغية حشمات ويتقول لها سمحيني لها لاني جزت بالاستئدان ولكن موردين ما يجاوبني شالها التليفون وبغيت نهضر معها ديك استعرفت احلام ان هاد البنت معيار هي لها وزي لخوها ويتقول لها تفضلي مرحبا موندير كان هنا وبعدها تدخلت معيار وقلصت فين شارط لا احلام وبينما تخرج موندير من البيت ديالو قلبها كان غايت طهير كتحاول بيأس انها تتماسك تحلقت عينها بالباب اللي غبرت مورا احلام كتتمنى انه يخرج وتشوفه وتتظر معا بحال ديك تسيها اللي لقات المرشيد ديالها بعد توقفة كتبغت تواجه كيقرب من الملامح من الطادة شعر ديالو طوال ديقن ديالو محال قوش ديك الشميز اللي كان لابسه ديك صدافة ديالو محلولين تاكي بندك تيوشرت اللي لتحت اللي يلابسه كان في اسوأ الحالة ديالو من الارهاق بين عليه عينيها كانوا نادمين متلحفين محسنش براسة بحلدة باخر ضرر يلسخط كان حاسة تمنى باش يقرب من اكثر يحضنها يشوفها يمل عينيها منه ولكن عارف بالله ما يمكن شلي ديرهاك كيشوفها كيبشية شنو لابسه وهي اديالها وهي واقفة فوق ديك الشقة ديرو بسيطة كاسغوت بالفخامة وثارة بصدك الافتة الفقير وعارف ديك ساعة شكل كان مغفل ملي على اللقرة صبح والمبعيد وعلى اللقرة ساية معنى هو يقول له شنو لي جابك لهنا شافت دموع في عينيها عارف بالله اكيد كانت كاسبكي بينا على عينيها البكام بغيت تسمعني يقل ما تحكم عنيها كانت حاسة بالندم وضغي يبدو كي يسير لدو ما عامل جديد اخذ الخط واللور لعله وعزة تحميه من دك التأثير ديال علي ويقول له باكي الليش اخذينا تكشي حاجة نكمل اخذيك ثم اخذت خطوة وهناك تسرق منهم وبالتالي ويقعلك سير يقعص سيرى ماير الوجود انكن لديك هنا في الغرب كنت مقبل اخذيه يقعقي دموع ويقعي دموع ونقعلك يأتي معي ثم سيخرج يخارج نحن زارة ماير فقتكي العريكا وكما أما هو كان مسند على البابك يسمع بكائها حسب قلبه كيتمزق ولكن ما عنده ما يتير الحل الأمثل هو تباهد كم خبراته صاحب تمريم في مكالمة ديالها قبل أيام قتلوا إلاكتي كتبغي ما يرباهد عليها كتأذيها أولا بظلمك لها أنما تباتيش الحقيقة منها وثانيا لأنه ما عنداش مستقبل معك وباباها بتأكيد غير فتك وزا تقلت له أنها إلا بقى معها غير يحطف موقع اختيار إما هو ولا باباها وديك ساعة تتمزق بناتهم فعلا هي تجبرت على الخطبة ولكن شخص في حال إبراهيم هو المناسب لها يتقول له ذاك شالة شرمونتير خليها خلنا ترجع الحياتة والمصار ديالها الطبيعي وجنبها هذيك الحروب هي ضعف من أنها تخوتها ذاك ساعة تقلم قلبه وحاول يتغلب على الحمد دياله لها وبتكيف فكر نفسه أنها أكيد غير ترتاح مع غيره وغير يجبر نفسه على السعادة على قبلها هي ويوسط عائلتها وسط كل ذاك شالة كي يشبهها بيجعل الفقر دياله ومع ذاك شخص عائلتها بيجعل الفقر دياله وقال له باعد ودخوك عليها وإلا سوف نفتحه وسوف نعرف كيف نتفعل معها وقال له باعد عليها منتير نحن لا يقدرون الناس ولكن يقبل وقال لي واشي واشي وانا متورط معها ويقول له باعدت لها مش حالة وقالها بقاسة وشبك سبعه وقدمه كي يشوف وكتش عارف انها مخطوبة وكتش دير الخاسم وهم رمي المحتلية كتش عارف صدفة وقال كي يعود له كل شي ذاك الساعة ويساوله وش كتش بغيها ساوله بخوفوته وشفت فولد خوف كي الزراس وهكا ويقول له بغي ساعة ولكن مش بيدي ومستحيل لا الشي ماهيا ولا ويقاطع احنا تكسب علينا هذه الحياة يا ساولدي وحرم علينا الحلم وشي حاجة كبر منها وعرف ان هذا الشي مصلحتك الرجل رهددني انه سيخسرنا الخدمة وانه ساعدنا هائلة في عناقنا الاقل دخلوهم يعيشوا حيث اكرم ذاك اللي كان لعشنا احنا هزله راسب موافقة كل كلمة تقالت كانت بحلة تقترب المرار لانها صحيحة ميحقش لوحدين بحالهم انه ميحلموا ودست اسبوعين وابراهيم خطب مريم اخيرا وكانت فرحانة اليوم ولكن لك ساعدتي لما كاملاش فرحانة لانه مقو الساعدة لك يستحقها بجوجبهم وما قادرش سامح نفسها لانها فرقت بناتهم وحد المدة طويلة تقريبا عامين اما هي عياتك تحاول انها تصل منذر النهار تفارقه والتعادة ديالها في المات وحشات ولا هكذا كانت تسكر فيه كانت تتجنبها عن محاولة دياله اللي سبقات باش تصدر دياله وفي الفترة الاخيرة تتشغلت بالتجهيدات ديال الخطبة مع مريم ما بقاش كتقدر انها تقرب منه لا تطلب منه انه يهدر معاكم ما كانت تكدير ولكن ما قادرش انها تستسلم خسعت بان قدام ومر اخرى ما يضنش انها تختارت بسبب الغياب ديالها لا تكتشوف الوجوه اللي كايني لديك الخطبة فرحانين وحسات في ذيك اللحظة ان هات البلاصة ماشي ديالها مخصش تكون هي احنا انانية منها انها تخلي صحبتها الخطوب صحبت تأكيد ولكن ما تقدرش تسمد كتر وحشة بساف بل غادة مامة مريم اللي رجعت من صفر انها غلي تمشي بصورة اخر جاءت كالشري غادة كتسوق السيارة ديالها مش هتلتر دياله غادة تقوله انه براهي بصافرتها بتبصحبتها غادة تقوله انه كل شي اللقاء السعادة دياله إلا هي وغادة ترجاع انه يعطاها فرص اخرى مش تكفر على الدم دياله في حقه وغادة تخليه يسامحه بأي طريقة كانت مش روعة ولا غير مش روعة اي حاجة مش مشكلة وقفت السيارة دياله هبطت منها غدا جهته غدا الشارع دياله وصلت للطار دقات ولا من موجيب ولكن ما هنتحركش هتشوفه وقصص على الارض كاتس النار عنقات ركابها ودموعها كيمسله ودموع النادم ودموع الشاق ودموع الحزن كانت تسمنى لو كانت تسمنى مهنات طم منها وتقول لها كل شي غيكون بأخير ولا ماماها يمكن ان يكون بقيت ماماها على قيد الحياة ما كانش غدا تعاني من دك تسلط ديال أبديالها ودك الرغبة دياله المريضة انه يحميها من كل شيء اي حاجة خايفة باش يفقدها كما فقد ماماها من قبل ولكن ما كانش عارفة انها كي يخنقها كثرت تحكم دياله كثرت انتلاكس نفضات من يتحل الباب مقابل معها ونبنت مورا وحد السيدة ويتسولها لا تقلب على الأحلى ما بنسي موانت ليدنا نااما عربتها فنائيه ؟ اهه ! دعوا قبالك اخوه ما شوه ؟ ما شوه ؟ ما شوه ؟ و من يجب ان تتركضها موضوعها بشكل اينا براجع مالا بحيدة و تقول لها اخوه ؟ و اخوه ؟ لقد تكذب و لان سهلة و كل شيء لها الميبان تسد وفجهها صافي ورجعت لدارها حاسها برصمي تفقدت تلك الرغبة في الحياة غير صبت واحدة اخرى من غيرها يحرم انفسوا عليها ويحرم من دول اعباد تبع ساقدك السيارة ونقفاش وطلت للدار كيفاش ما زالها حية لدارها ما عرفتش ولكن وشي حية من الاساس منها عرفت من اللمون دير مشاك يخطب واحدة اخره صافي ماتت شافها باباوية كان دخول الدار محطة من جديد من ذلك النهار اللي اكتشف انه انه كان سمر صاف طرف دك الشاب اللي يبقى كيسب فيه وكي يلعن في أبيره بين نفسه الفقير اللي في نظروهما بالحب وغواها وبعد عليها بكل خصة وحقارة باش يجبرها لانها تخلي خطيبها من ذاك الوقت والوردة دياله كي يشفها قدامه وقدمه نهار بعد نهار ندم لي انه جبرد العم ديال داك الولدة لانه يبعدوا عليها دون سمهيد كي يشوف فيها كيفاش متعلق بيه ولكن كان يوقف كي يتفرج فيها ويكا تموت ماير عيط عليها اكا تقلم قلبه ما تلفتش اللي عنده ورغم دياله الكبير انه يعنقها خفف عليها كما كانت كدير ماما ولكن ما قدرش ويقول له فكتي دو كدفق الدكريات محسش براسش انه كدير قفت ماير قدامه ودمعها نازلين كثبكي 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 كل شي فاكي يبين انها مشات لعنده من جديد رغم الكوره دياله لدك الولد ولكن كان محسارا من الاسرار دياله لانه يبعد على المايار بعد ما هدده وعمه بقطع انه يقتع المصدر ديال رزق ديالهم سفر وزعيني فيها كي يشوف فيها بغيب اللغة بالقرار دياله النهائي فدشي هاد المهزل غد سالن دابا اسماتيني ومقيتينش غدت مشيلي عندهم مرة اخرى مايرا انا عارفك شنو كديري انا عرفت انك مشيتي كنقسم بالله اني غنضمره 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 لحياته هزات عينها كتشوف فيه هذا الرجل اللي ما بغش يفهمه بحلمون ديرن كله بأغبياء ما كيفهموش انها يسمن كل شيء بحل الشيات مزييرة على عنقك تساعدت بحبك تحيد لارروح دياله دخليها معلقى مبيل الحياة القاسعة والموطن راح يملي ولدك تشاهد لامت هي راسك بابا واندي رصافي رصاب طبوحة اخرى ودشي كله بسبابك قال ساب لحياة وصحركات غادة وكي غوص مورها مهسم باتش لشنو غايقول حساس بيله فقددك الشغل في الحياة في ذاك الوقت كان ذاك الجارة كانت تصل بأحلام في التلافون ومسكينة أحلام قاسفية ويسقل لها ماشي مشكلة دعي معاهم الله يهديهم جميع يارب يجمع بناس ومع مقارب قال سالجارسة بعد قطاع اسمعه يترجع المون اللي كان يلعب مع ولادها ويسوله سفصر بورود بعد ما عكر المزاج دياله من يسفكر ديك المكالمة من جارسهم كانت تقول لهم انه وحد البنت قال سقدم باب ديال الدار ديالهم هدي فترة من الوصف دياله عارفوه انه مايار حبيبسو اللي ولات محرمها لي عارفة كتسئلهم سبديك الكذبة الحقيرة اللي أصر الناس خبرها بيها جارسهم ولكن كان هدا هو الحل حيث كيبغيها بغيبها هاد علي حيث ما صالحش ليها الحب اللي كيعاقبه على الكفران دياله من قبل حلا كيقول لي كفر بالحب لان بحالك ما عندوش بلعصة فيه ودازم السعب من خرج اسم الغرفاتياله من الخطبة ديال إبراهيم ومريم اللي كانت قبل ما عرفتش خلاج حل المدة مدة طويلة حالة بحال ديك الأميرة ديال البرج اللي حبساتها مهالي كانت مزيفة في داك البرج اللي ينهائي للناس تكشري دربة بها نفس الشيء كيظن انو هكا كيحميها مفهمش انو ضمر حياسة ديك الفالة دياله حربها من حب حياسة مونتير اللي يتخلى علي مني قررت انها تخوض الحرب على قبله رفضها جحل من مرة حساب طعنة ديك الطعنة دياله الأخيرة ورتبط واحدة أخرى من غيرها وخلها سعيسة ونروح ديالك هتساكل بعد سنوات طويلة عشرة وحيدة خانعة بغت بغتت الحياسة قصد ذلك اليونبوع ديال الحب ولا اسم الساعدة تتحارب على قبله ولكن مول ذلك اليونبوع شخصيا حرم عليها انها تقرب منه عاقبها أسوأ عقاب كان لقائدين من الأول أول دقة وبداية الحكاية مش هتوقفات قدامه قدام ذلك الحوض السباح الكبير وتسمى فين قرارات انها تنهي القصة فين بدأت؟ قلسة سودات رجلها في الماء البارد بحلقة الباليك يغلفوا الحصن وغمضات عينيها وكانت تغنيب ديك الأغنية اللي غنات أقبل بدأت تخرجدوك الحبوب الأقراص من اللعن من جيب ديالها قد قل بها راسها بلا بيك احنا سائحة بلا بيك أنا أغنية حزينة كانت سعيدة لأنها بغت حزينة لأنك هجرت فيها تعيسة بوجود قبلك يتحكم وضنيت أني قادرة أن ينقاتل على قبلك ولكن بقيت قادرة قد مررت المنذرة لها وتكسرت ديك العزيمة فيها ودك شعلك قررت أنها تهرب من ديك الدنيا لدنيا أخرى قد قاتلها ماماها قالوا لها من قبل أن ديك الدنيا حسن من هذي اللي فيها دابا وحسن ما تقرارها ومغزقها ومش تلاحظ في دك الماء باش يبسالها يجرها للقاعد يارو لحظات وكانت الفوق ودك الكسي والوينة اللي لابساها كانت بينا بحل دك الملاح اللي تحمل السماء ولا إنسان اللي غدرته الحياة هذا الوقت وصل كي يجري للطابق اللي خبرته عليه الموظفات الاستقبال وقاهم السماء إبراهيم مع النق مريم اللي كذبكي أب دي المانوار اللي داف الراسه بنيدته وكيفقه الكرسين مظهر دياله مقف قلبه حاس براسوه اللي قرب منه مصفي غديه موت لسماشي حاجة غيسماشي جواب اللي غيقتله كانت مريم يلي تسلت بيقتله أن مايار حاولت نساحر ويحاولوا يعتقه ومحتاجها دابا نساحب اسم الحد خاطيبة مني شافتهم مقفت قدامه حاس أن قلبه صفيه بض تمنكن كان ما كيسماش دابا بش مسماش الخبر دي اللي وفاد دياله ويموس مورها رافضت شوف أي وقاحد دخل عندها ينسا كان صوت يلي المريم مورحق والجملة دياله بحل ديك الروح اللي ترزعت فيه واه تلح لدك الحياة اللي مورها تلقيت عيني بعيني الراجل اللي هند تدعمه من قبل هادي شهور وذيك ساعة كان متجبر عكس دابا كيفاش منكاسه ويقول له ما تسنى شبني عني نحتاضر منك كتغان فقد بنتي بسبب قاعدها بخوفه وترجع شفي ورجع لي بنتي مغان تحملش نشوف الساكنة بلا روح دخل عندها القاهم تسكي على فراشها شهر تفضل اللي خارج من ذيك النافيدة تقدم منها بشوية وحط له فيده ديك الزهرة ديك نوار الشمس شت الكب دياله وقلت حداها على الفراش وعينها باكين بس لالك في ديالها وهات صفر براحة كيظل انه ما غايت تفاعلش وهو انه غايت شرع لي تغووت عليه كيم مدارس مع باباها وصحابها هزيد دول كيم سحد موحا ويقول لها انت عليك الزهرة ما غايت تخليني هكا تغيط ويسمعها وانتقاس هكا بطا تخلي خلسيني لون عاد ويبتاسم بس لها الكافة ديالها بحب لانها استاجبات بليه وما جرتش عليها اولا ما تغيطش غيطة اكثر خفص عليك حبيبة انا ماشي الرجل الصحيح تيغل تستحقي اللي حسن مني انا بغيت كنسة رغم ان ذاك اللي حسن مني احملنك احت قول كنسة كان معايا وانا تحت الاسير ذيالك من اللحظة الاولى اللي شوفتك فيها ديك اللحظة اللي تشابك تروحي مع روحك حلات تخلقت على خبلك عسارف ليها شلي هيدا مرة اخرى تشوف فيك يقلب عينها لديك الفرحة البسيطة ويا زيبت لي بلا ما تحسب الشفقة عليها منتر بلا ما تجبر نفسك على انك سخولية كان بغيتك بلا ما تكذب طعم بعد مدر ريد على الاف امه سبعيني ما اللي خديتك على المعاني دي اسم ديالك كان بغيتك كان بغيتك من اي شوفتك ما شوفتك ما زهرة ديالي اللي حشقتها من اول نهار بغيتك وتعدمت بذلك الحب وانا كنظن انك بنت صغيرة يلا عندا ديك 18 عام والاقل وش حرز احيز منعرفت الحقيقة حبيتك رغم انني ملايقش بك بغيتك رغم كذوبك هاليا ما عنديش من غيرك تيح بيمسي تي رفقة الدرب ديالي ما تشكيش في البشائر ديالي يجيسك مرة اخر اخر امه يرويك الكافة ديالي الصغير اللي تشنبس بلكافة دياله بحب هحسطه بحل رجالي الحياة متاسمه مقلس على الفراش خداف الحضن دياله سيسخر شي من هنا و ستتحيي ديال الكثير سنرى الطبيبة ممساسة ستتخلصي من هذا الشي و ستتسلسل من الحظم اخر و ستتقنطل اعلى قبل هذا الرغم ديالك كما سنرسل انا بس لا رأسه و يقول لا سنتقع سل باش نولي لايق بك سنخدم و سنجمع الفلوس سنخلي حياتك حسن من اللي بغاها سمعتين؟ و لا سنجل لزمك انك تسنين يكسر و تقول له ما بخواه و رغم هاتش يقول له سننك حياتي كاملة سنخليك تمشي عني مرة اخرى سنقفوه و يقول الشي و سنسمح لشي واحد يقول شي حاجة سنقفوه و لكن غينتا ما تفرطش فيه ما نقدرش نقاسل و انتا ما معايش عاد و يشوفيه ما نخليكش اعطاه وعود من طوق البعضه بمشاعر حقيقية وبعد ايام اشكرات السائق ديالة اللي وصلها من العيادة ديالة الطبيبة ديالة النفسية دارت اولى جلساتها ديالة العلاج و هفتر دخلت للطار الكلام ديالة الطبيبة مثلا كيجو في الغاطر ديالها بدت كات تساعد رجد ديالها و بكات و عارفتها شنو دارت كانت غا تموت كانت غا تغطر راسها ما عارفتش كيفاش تخنطرع قلب ديك اللحظة و قدر تدير بحلاكك كانت غا تخلي بابا هبو حدوية عارفة كيفاش العلم ديال الفقدان كانت غا تخلي على مريم و توجي عقل بها من جديد كانت بغا تهرب و مفكرتش في الناس اللي غا تقاديهم برحيلها و اليوم عاو ناس عالطبيبة باش تخفف من ديك الوضع ديالتك شعور بالدم و شرحات لعكيفاش ان المرض ديالك يتحكم في العقل و كينهش فيه كيم ما كينهش تجارطا في الجلد ثناء القطب مرض نفسي يخبيهيت واللي ماشي بالسال انك تكتاشفه ولا تسفك منه و لطالما كانت مثالك الدافع كتتحسن أسرعك و الدافع ما كانش لحب ديالها المندير او لباباها او لصاحبتها نفسها بغا تكون افضل لذاتها و تشيلي حتى تسطب على انها تديره و كبداية انها تمثالك حياة خاصة ان دامعنا مسحة انها تديرش حاجة اللي كتبغيها حساس بسعادة حقيقية شرة كتوبة مسحة مندير انها تقرأهم و ذات كتقراء كترجم الإنجليزية كخطوة أولى في طريقة خاصة تسكت كتسمعها كالهدرجة من الحديقة ديالها المورانية ورجعت كتبت هجبة غاية تتوصلت و تمشفت أجمل مشهد في حياتها أضواء المبهجة حوض الصباحة ملوء بالبالونات أجواء ديال حتيفال مشهد ديال الاب دياله و كيربت على كتف موندير و كيتب السب عمارة متوقعت انه غيوليو صحب حلقة بات سرعة ولكن هالشي بقى ثعلا هز موندير هرسو كيشوف فيها و يقول له هل تسكت نسيبه لها سمت شاية تقرب منه لا بسارة الكثيرة في الشيبي بارد تقرب منه تقرب بات كثير حتى تخشات في الحضن ديال بابا و باصله الخد دياله و بحبيت كله ديال من هذا الخد دياله حبيبيه الأول و الثاني تحكي الأب دياله و باصله راسه و كيشير الموندير الأول ولد صفق مع مريم على كل شيء و مني علمتني مريم قصار حز عنات كل حفلة هنا توسعت في سامات مايار و عن قاتبة بابا أكثر إلا بابا ركنتا هو الأول تحد ما غيوصل للبلاسك حسن موندير تحكي الأب دياله و كيبتاسه يمكن غلط و أنه يرباه ولكن بيستحق شد الحب كله و منهتش اللي قال مع راسه حنا كلنا ضحايا ديال الزمان و دكش اللي كيسرقه منه شي مرات كيسرق منه أهز مكان ملكه أحلامنا الحرية كل ضحية كتأثر بشكل أولى بآخر ولو انكراته كي يخسلها في الدو بخسلها في الدار فين هي مريم؟ صولاتك تقلب عيني على صاحب سان هتقلب و ندير في المطبخ مع إبراهيم في المطبخ دارت اللمسات الأخيرة على دوك الأطباق و ورجعتها كاكي عون إبراهيم و بداك يوصلوا دكشل عندهم رسحت الدو ديال القمر فرحاني و الأنوار مسلط عليهم كل شي تسبت تلتغياء كي يهضروا مشموعين الوليدات ديال أحلام كي يجريه و من بهرين ديك الحديقة و أحلام كصدر بها مريم على الدكشي الداز العروسة و براهيم مجبر على أنه اسمه في المطلقة عينيها بعيني الموندير كي يقول لها كان بغيك الأجواء كلها خسال فات سبحانه مبديل أحوال و كانت خايفة أن الموندير الرأي تخلي عليها بسبب المرضيها لتسولت واحد المرة كاسب عينيها موندير و خل المرضي علي ما غسملش و خيطه لعلاج ولا ما كتش غنشافه سولته الدماء في عينيها اه كان بغيك و عمري مغان تشكر سماتي هاتشي مغى يقترش دكشي اللي في قلبي عليك غانحاربه بزوج بينه و غدير غلبه و يدبيد ان شاء الله من الناس القدام قاسي الحياة اه ما فينا ما فقد شي حاجة غالية و نفيس القلبه سواحد و انا مشيت للحياة و كانت تنتب الحظ و كانت بك على الأطلال و كانت حلم بشعطة ما تسنش بزاف الى قاتلتي و عافرتي و طحتي و مضتي هذي سنة الحياة كما وعدمون دير دل القصارة جهته توسعت ادلاك الحرفة دياله كمال دراسته و ساع انه يحقق الحلم دياله اول كتاب شعري لي كي يتكلم على مايار اما مايار شعرت بترجمة المؤلفات العربية و الإنجليزية على الانترنت و رغم ديك ساعة دياله لا بدكش اللي كانت تقدموه و بالحياة اللي حصلت عليها كانت اللحظات المرة كانت تتخلل ايامها و قد صعيب ادعس فضل أب دياله و صحابها و المتابعين دياله و بتأكيد موندير اللي و رغم ديك الاجتحام ديال العالم دياله حرصها لانه يستحضل الطبيبة دائما كي حاول انه يفهم اكتر على المرض دياله و كيف اشتعب معها مع المنطبيبتها في اللحظات اللي كانت في السئاب كي يزورها و الهواس دياله كانت يحاول انه يحسويها كما وعد عمر و مخلية ديها ابدا خلال ديك الفترة دي العلاج طويلة او حساب بعدها و هنا النهاية ديال القصة اللي كانت تمنى انها كنت تكون عجباتكم ان شاء الله نتلقوا عما قريب مع قصة خروق من المعمشي ما تنسوش لايك تعالي والبرتاج و شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة